تثير قيمة المنحة السياحية التي يستفيد منها الجزائريون والمقدرة ب130 أورو سنوياً استياءاً لدى الجزائريين خاصة أن هذه المنحة لا تكفي لتغطية يوم واحد في إحدى العواصم الأوروبية مثلاً أكثر تفاصيل في تقرير مصطفى تونسي 130 أورو سنوياً غير قابلات للتجديد هي القيمة التي يصرفها البنك المركزي للمواطن الجزائري الذي يريد السفر إلى الخارج قيمة لا تكفي لقضاء يوم واحد في إحدى العواصم الأوروبية أو حتى الخليجية منها فمن مطار بيريس مثلاً إلى وسط المدينة قد تضيع ثلثة المنحة فقط في وسائل النقل دون الحديث عن الفندقة لا تكفي لسيارة الأرجرح الأقل أدنى واحد هو ما بين 45 إلى 70 أورو هذه يعني دهاباً برك لو كانت دهاباً يأكل يأكل هذه 130 أورو تاعه ويزيد يحوس منه أن يشرف بشكل وهذه حقيقة وكل المواطنين حتى بالمسؤولين عايشينها لهذا نحن عاود نجدد النيدتنا لإعادة النظر في المنحة هذه السيحية لرميودها المواطنين ومقارنة بالدول الجوار اتمنح سلطات تونسية لمواطنها مبلغة 3600 أورو سنوياً مقابل 4000 أورو بالنسبة إلى المغرب في حين يستفيد المواطن الليبي ما يعادل 3000 دولار جراناً يمد ما بين 2500 حتى 3000 أورو لكل مواطن في العام يستعملها كما يحب يعني بالتقصية أو يأخذها كله يرح يسافر بها وتبرر الحكومة تمسكها بعدم زيادة في المنحة السياحية أو منحة الصفر بكونها لا تدفع بالعملة الصعبة تكاليف التسلية أو الترفيه الخاصة بالمواطنين الأقل شيء كان زوجملين جزائري يخرجوا يديروا وطلون تعم في الخارج مرة في السنة هذا زوجملين جزائري يدي 130 أورو 230 أورو للفرد يعني هذا نقولك أن يحشو معه باللغة العامية تانا أن يحشو مع الجزائري باش نحفظوا الكرامة الجزائري في الخارج هذا ثاني يحتم مع الجزائري أنه يروح السكوار يروح المارشينوار يشري إلى دويفيز لأنه 130 مستحطة كفية وأمام هذه الوضعية ومع غياب مكاتب صرف العملة الصعبة يضطر المواطن الجزائري إلى شراء الدويز لطرق غير قانونية من سوق السكوار وغيرها من الأسواق في مختلف الولايات عبر الوطن ولا يقتصر ذلك على الجزائري نفحز بل حتى الأجانب فهم مضطرون لتصريف أموالهم في السوق السوداء